ايكونة يا اسامة ايكونة اجيال ما حضرتهوش اجيال في بعض الناس ما شافتهوش بتسأل مين محمد عبدالوهاب اللي هذه الحالة من الرسائق الجمعي اللي بيكون حاصل في كل مناسبة لوفاته هو محمد عبدالوهاب اللي قدم كتير جدا كنموذج ان انت لما تختار النادي الاهلي وتختار جمهور النادي الاهلي عمر جمهور النادي الاهلي ما حيسيبك حيا او ميتا وعشان كده كمان عمر فهمي كانت ذكرى ميلاده وده نفس المفهوم ابناء النادي الاهلي عمر فهمي ملبس تيشرت النادي الاهلي ولكن عمر فهمي من ابناء النادي الاهلي اللي جمهور النادي الاهلي بيدي بيهم المثال في كل مرة ان ده جمهور النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي لما يتحول لمسؤول وده عقلية النادي الأهلي واللي طوارسته من مبادئ النادي الأهلي لأن والده رمز أهلاوي كبير شوف التركيبة مشجع ومسؤول خارج النادي الأهلي وعارف يعني أدبيات النادي الأهلي فبالتالي رحم الله أيضا عمر فاهمي وده رسالة إن ابن النادي الأهلي ممكن يكون أصلا ملعبش فيه وده اللي احنا بنقوله لكم ولكن عندنا برضو فكرة في نفس الصياط بما إن البعض من أبناء النادي الأهلي ليس على هذه الجابة اللي احنا بنكلمكم فيه بنصحة فجأة لاقي ربطة اللاعبين المحترفين الدولية بتطلع بيان بتتكلم عبدالله السعيد بتدمروا مسيرته توقفوا عن إزاء هذا اللاعب أنا تخضيت وكأن فجأة في ربطة طلعت مخصوص عشان هذا الأمر تتكلم طيب ماذا عن لعبين كتير جدا داخل النادي الأهلي تعرضوا لإساء وتجاوزات وتهديد واتهمات أين كانت هذه الربط كنتوا فيه سؤال كمان لاعب زي حسين الشحات اللي تعرض لتنمر زي كهرباء كل ده كنتوا فيه كنتوا فيه بهذا الحس المرهف وعلى فكر ما عنديش مشكلة أنت ربطة دولية أيا كانت مكوناتك تطلع تشوف أن فيه كلام حاصل أو فيه قضية تخص لعب لجألك لها فتأخذ منحة قانوني وتشوف دورك فيها توكله محامي تتحرك قانونيا كل ده شأن يخص إنما يستوقفني جملة غير مفهومة بالنسبة لي بالمرة وعلى طريقة إن الناس بتتملة تقول إيه لما يجي يتقال وقال روي فيرمر المدير القانوني للفيف برو قال إيه بقى نشعر بالفزع من سلوك النادي الأهلي يعيني الذي يستمر في جعل حياة اللاعب عبدالله السعيد يعني كابوسا حيا لأن مسؤولي مستقون من لعبه لمنافسهم الآن الجملة دي يا جماعة أنا على تاريخ متابعتي لأي جهة دولية رياضية ما شفتهاش في حياتي انت حقك تتكلم في القضية وتتخذ منحة قانوني أفهمه إنما تطلع تقول أصل إنت دمرت حياة اللاعب عشان متضايق إنه بيلعب للمنافس يا أخي ده لو المنافس هو اللي مطلع على البيان مش هيقول كده إيه اللي يعنيك إنت كأي مؤسسة مفترض إنه رياضية بإن أنت تتعرض لإن النادي الأهلي سبب قضيته مش الحفاظها حقوق بص يا جماعة القضية دي كان من أطرافها الأهلي عبدالله السعيد ونادي أهلي جد إيه علاقة المنافس بالموضوع ما أنا عايز أفهم ده الكلام ده يملى عليك عشان تطلع تقوله وببساطة النادي الأهلي ما بيستخدمش ضده فزعات ولا يهدد ولا يملى علي كلام يعني إيه يملى عليه يعني إن حد يطلع يقوله بشكل واضح إنه أنت بتهدد حياة لاعب وتحولها لكبوس طيب ما خلينا نتكلم بوضوح إن النقابة الدولية للعابين المحترفين دول جمعية اللعابين المحترفين اللي بيرترقصها الكابتن مجد عبدالغني في مصر هي عضو في هذه النقابة وبالتالي لما يكون فيه كلام بالشكل ده فبالتأكيد الكلام ده سلك مسلك الجمعية الجمعية اللعابين المحترفين اللي بترقصها الكابتن مجد عبدالغني هتقولي محمي عبدالله السعيد طلع قال إحنا اللي خدنا الطريق ده وروحنا للقصة دي يقول لك الجامعية دي نشرت البيان ده ونشرت التهديد الواضح ده أو الأزمة أو الكلمتين اللي تقالوا وكمان نضيف عليهم اللي هو قال فيهم كرة القدم يجب أن تكون على أساس حرية حركة اللعبين والمنافسة العادلة بين الأندية ولا يوجد مكان للبنود غير التنافسية وندعو الأهل التوقف الفوري عن الدعاوة القانونية ضد عبد الله سعيد مين حضرتك بقى عشان تدعو النادي الأهل الكلام ده؟ يعني مين حضرتك أولا عشان جميل النادي الأهل التطمن هذه النقابة هي دورها فقط لغير تصدر هذه الوصيات ولكن النادي الأهلي بيسلك المسلك القانوني وحكم اللي صدر ضد عبد الله سعيد صدر من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية وبالتالي النادي الأهلي عارف هو بيتحرك إزاي بشكل قانوني أما شغل الكيد اللي محطوط في البيان ده من وجهة نظري فهو واضح جدا أنه هو صنع في مصر ببساطة شيديدة جدا احنا بس بنعرضه عشان جمهير النادي الأهلي تطمئن القصة إنها دي مش جهة قضائية هي جهة فقط لغير علي تصدر الوصيات من حقوم التام يدفع عن اللعب ولكن دون الإقلال من شأن النادي الأهلي ولكن القضاية دلوقتي بتنظر في المحكمة الدولية والرياضية وبالتالي عبد الله السعيد والنادي الأهلي مختصمين في المحكمة الرياضية في قانون هنا في مصر تابع المركز التسوية والتحكيم وحكم صدر عبد الله السعيد عبد الله السعيد حاليا ملزم بتنفيذه النادي الأهلي لن يتراجع خطوة لأن النادي الأهلي مسؤول مسئولية تامة ومباشرة أمام أعضاء الجامعية العامية في الحفاظ على حقوق النادي الأهلي هل ده معناه أن النادي الأهلي ضامن بنسبة 100% يكسب القضاية نتيجة القضية أنا رايح أنت دورك تعمله إيه كنادي أهلي هو دورك أنك تحاول تحافظ على حقوق النادي الأهلي قدر المستطاع لأعلى جهة ممكن تصل إليها وهي الفيفا ولكن بعد ما تستنفذ كل الإجراءات القانونية داخل مصر دي القضية البساطة مش عايزين جاميري النادي الأهلي تقلق الموضوع بسيط جدا والحاجات اللي هي صنعة في مصر دي مجرد كد وما تخدوش قابلكم منها ونشوفكم على خير بعد الفصل اشتركوا في القناة